سؤال حلقتنا هذه سؤال مهم جدا هذا السؤال وجه إلي كثيرا أجبت عنه في الندوات المفتوحة بنحو موجز ومختصر بحد الأجوبة الإسكاتية هناك أجوبة إسكاتية لكنني أريد أن أجيب عليه هذه المرة بشكل مفصل ولذا سأحتاج إلى حلقتين وربما أكثر كي أجيب على هذا السؤال هذا السؤال وردني كثيرا ومن عدة دول وردني لا أقصد في هذه الأيام وإنما عبر الشهور الماضية وردني من بعض الأخوة من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية إنما أشير إلى البلدان كي يلتفت الأخوة الذين سألوا أنني ما أهملت رسائلهم وحينما وجدت وقتا مناسبا فإنني أجيب على أسئلتهم من مصر من لبنان من تركيا من عدة دول أخرى ومن لندن ومن بعض الدول الأوروبية الرسالة التي بين يدي من العراق وتحديدا من الناصرية من أحد المشايخ الأعزاء سأقرأها مثل ما وردتني في الزيارة الجامعة الكبيرة في البداية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط ولم يذكر علي ولي الله الذي جاء في بداية تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة أن تذكر الشهادتين هذا هو الذي ورد في زيارة الجامعة الكبيرة في البداية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط ولم يذكر علي ولي الله وفي كلمة وقد بعث إلى جدكم الروح الأمين وإلى أخيك بعث الروح الأمين ولم يذكر وإلى أبيك يعني لم تذكر الزهراء عليها السلام لماذا لم يقل الشهادة الثالثة ولماذا لم يقل وإلى أبيك وإلى أبيك يعني يا زهراء وإلى أبيك بعث الروح الأمين هذا هو نص الرسالة قرأته كما وردني وردني إذا رجعنا إلى مفاتيح الجنان في بداية تفاصيل الزيارة الجامعة الكبيرة بعد أن يسأل النقع الإمام الهادي سؤاله هكذا ورد في مقدمات الزيارة الجامعة الكبيرة إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل إلى بقية التفاصيل هكذا ورد في مقدمات الزيارة بحسب مفاتيح الجنان وجاء أيضا وإلى جدكم المراد وإلى جدكم بعث الروح الأمين وإلى جدكم وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين فعوض وإلى جدكم مفاتيح مفاتيح ثالثة سؤال وجيه ووجيه جدا ولذا قلت لكم من أن كثيرين وجهوا هذا السؤال إلي وأيضا من أن الزيارة جاء فيها وإلى جدكم بعث الروح الأمين وإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين وإلى أخيك بعث الروح الأمين الزهراء لم تذكر لماذا لم تقل الزيارة وإلى أبيك بعث الروح الأمين وكأن إشكالا ينشأ من أن الزيارة لا تكون للزهراء أو من أن إشكالا ينشأ من أن الزيارة للأئمة المعصومين الزهراء ليست إماما من الأئمة بالنتيجة هذا هو السؤال هذا هو الإشكال الجواب سيكون طويلا أتمنى أن تصبر علي وأن تطلع على لقطات يسيرة من هذا الذي أحدثكم عنه دائما من أن ني منذ أكثر من أربعين سنة قضيت السنين الطوال في التحقيق والتدقيق والتتبع أتمنى أن تصبروا علي إذا كنتم راغبين في معرفة الجواب أقول للشيخ العزيز السائل بالإجمال سأجيبك أما أترصيل فسيكون في حلقة في حلقتين وربما أكثر بالإجمال يا أبا كاظم بالإجمال يا أبا كاظم هذه العبائر ليست من أصل الزيارة هذه إضافات أضيفت إلى الزيارة الشريفة هذا الجواب الإجمالي أما التفصيل سيأتينا تباعا أتمنى أن تصبروا علي كي تعرفوا الحقيقة القضية لا ترتبط بالزيارة الجامعة الكبيرة إذا ما تابعتم معي ستعرفون مدى الطامة التي نحن فيها وكيف أن كبار مراجع الشيعة يحرفون يحرفون دين محمد وآل محمد استبروا علي واتطلعوا على التفاصيل نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهم السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا الزيارة الجامعة الكبيرة تستورنا العقائدي الشيعي هذه الزيارة تعرضت لتحريف كبير مقصود ومن قبل كبار مراجع الشيعة سأبدأ هذا الموضوع بالتدريج مثل ما قلت لكم عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا الموضوع شيئا فشيئا حلقة واحدة ليست كافية قطعا سأبدأ معكم مع أقدم مصادر الزيارة الجامعة الكبيرة النص الذي نعرفه النص الذي نقرأه النص المتوفر في مفاتيح الجنى هذا النص الذي نعرفه والذي شرحه الشارحون وأنا من بينهم فعندي برنامج قدمته على قناة المودة الفضائية وهو موجود على الشبكة العنكبوتية شرحت فيه الزيارة الجامعة الكبيرة شرحت النص المتوفر في مفاتيح الجنان إنه النص الذي تعرفه الشيعة في كتب الزيارات وتقرأه في المزارات المقدسة المصادر الأصلية القديمة أقدم ما بأيدينا الآن من مصادر هذا النص أولا الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق أحد كتبنا الأصلية المعروفة الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة هذا هو الجزء الثاني من كتاب الفقيه للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة ستمية وتسعة تبدأ الزيارة الجامعة الكبيرة لقطة جانبية مفاتيح الجنان قرأت عليكم قبل قليل من أنه جاء في المقدمة إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل هذه الإضافة ليست موجودة في الفقيه الذي جاء في الفقيه إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل قد يقول قائل هذا ليس مهما وأنا أقول أيضا هذا ليس مهما لكنني أردت أن أضع بين أيديكم لقطة سريعة من أن ذكر ألفاظ الشهادتين لم يكن قد ورد في المصدر الأصل الذي جاء في المصدر الأصل إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل هذه الإضافة من عباس القموي من صاحب المفاتيح إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين أي قل أي قل هذا الكلام من عباس القموي أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأنت على غسل كذلك ما جاء هنا وإلى جدكم وإن كانت الزيارة لأمير المؤمنين فعوضوا وإلى جدكم قل قل وإلى أخيك بعث الروح الأمين الذي جاء في المصدر الأصل هو هذا وإلى 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 جدكم مفاتيح الجنان الذي تقرؤون منه الزيارات هذا هو المصدر الأقدم الفقيه للصدوق الزيارة موجودة فيه من صفحة 609 إلى صفحة 618 إلى صفحة 618 تنتهي زيارة الأئمة المعروفة بالزيارة الجامعة الكبيرة بزيارة الوداع بدعاء الوداع الزيارة من صفحة 609 إلى صفحة 618 هذا هو المصدر الأقدم للزيارة الجامعة الكبيرة للنص الذي نعرفه ونقرأه المصدر الثاني أيضا للصدوق عيون أخبار الرضا في الجزء الثاني الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان أيضا جاء في عيون الأخبار فقف واشهد الشهادتين صاحب المفاتيح لما نقل الزيارة الجامعة نقلها عن هذين المصدرين هكذا هو قال الزيارة الزيارة الثانية روى الصدوق أيضا في الفقيه والعيون عن موسى بن عبد الله النخعي أنه قال للإمام علي النقي صلوات الله عليه إلى آخر ما ذكره المحدث القمي عباس القمي فهو قد اعتمد على هذين المصدرين على الفقيه والعيون وهما أقدم مصدرين بين أيدينا للنص المعروف للزيارة الجامعة الكبيرة هنا أيضا جاء فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل من دون ذكر لألفاظ الشهادة الأولى والشهادة الثانية التي ذكرهما عباس القمي فهذه الإضافة من عنده وهكذا تأتي الإضافات في الزيارات وهي ليست من أصل النص وهذا الأمر ليس مهم الكارثة ستأتينا شيئا فشيئا ماذا جاء في الفقيه في داخل النص في داخل الناس صفحة 615 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم في عيون الأخبار ما الذي جاء صفحة 308 من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فارق كبير فارق كبير في المعنى في الفقيه ومن قصده من قصد الله توجه بكم جعلكم وسيلة في عيون الأخبار ومن قصده توجه إليكم التوجه إليكم وليس بكم فارق كبير في المعنى هناك تحريف واضح الذي ينسجم مع نص الزيارة ومن قصده توجه إليكم وينسجم مع القرآن ومع سائر نصوص الأدعية والزيارات وهذا سنأتي عليه أنا أريد أن أستعرض بين أيديكم مشكلة التحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي قادم الحلقات سأحدثكم عن هذه التفاصيل عن التفاصيل العقائدية والفكرية واضح واضح تلاحظون ونحن في بداية طريق التحقيق تلاحظون أن عباس القمي في المفاتيح نقل عن المصدرين فغير لمفاتيح الجنان الطبعات الطبعات المتوفرة يذكر فيها النسختان في بعض الطبعات الموجود في المتن ومن قصده توجه إليكم وفوقها بكم هكذا يكتب في كتب الأدعية المكتوبة بخط اليد يعني أن نسخة ثانية فيها هذه الكلمة وبعض الطبعات ومن قصده توجه بكم وفوقها إليكم الآن الموجود في الطبعات المتوفرة إن كانت بخط اليد أو بطباعة الحروفية الحديثة فقط بكم إليكم حذفت عباس القم أثبت النسختين أثبت بكم وإليكم لا أدري هل وضع بكم في المتن وإليكم على الحاشية أو وضع إليكم في المتن وبكم على الحاشية أنا أنا قد قرأت الطبعتين قرأت طبعة في المتن إليكم وفي الحاشية بكم وقرأت طبعة في المتن بكم وفي الحاشية إليكم في الحاشية في الحقيقة لا أدري بالضبط ما الذي أثبته عباس القم في المتن وما الذي أثبته في الحاشية لأنني قرأت طبعتين هناك طبعة في المتن إليكم ومن قصده توجه إليكم وفي الحاشية بكم وهناك طبعة في المتن بكم ومن قصده توجه بكم وفي الحاشية إليكم لكن عباس القم نقل النسخة نقل النسخة التي وجدها في العيون ومن قصده توجه إليكم ونقل النسخة التي وجدها في الفقه ومن قصده توجه بكم فأثبت النسختين في أصل المفاتيح لكن المفاتيح الموجودة بين أيدينا الآن فيه نسخة واحدة ومن قصده توجه بكم هناك من حرف المفاتيح وحذف النسخة الثانية عملية التحريف شغالة وهذا لا يصدر من البقالي وهذا لا يصدر من الأطباء والمهندسين لا علاقة لهم بهذا هذا يصدر من أصحاب العمائم أصحاب العمائم الصغيرة لا يملكون جرأة على ذلك ولا يلتفتون إلى هذه المضامي هذا عمل أصحاب العمائم الكبيرة إنهم نواب الشيطان إنهم آيات الله العظمى إنهم أبالسة حوزة الطوس استبروا عليها قد تقولون من أن النص ذكر الشهادتين والسؤال عن الشهادة الثالثة أنا سأحدثكم عن كل التفاصيل استبروا عليها وإنما أسير معكم شيئا فشيئا كي تعرفوا ماذا أقصد من التحقيق وكيف يكون التحقيق أنا لا أستطيع أن أعرض لكم كل تفاصيل التحقيق لأن هذا سيحتاج إلى حلقات كثيرة وسيتعبكم ويصيبكم بالملل والضجر المصدر الثالث من أقدم مصادر نص الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها إنه تهذيب الأحكام من كتبنا المعروفة للشيخ الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة هذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الجزء السادس صفحة مية وسبعة الباب السادس والأربعون رقم الحديث مية وسبعة وسبعين أيضا ورد في المقدمات فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل ليس هناك من ذكر لألفاظ الشهادتين وجاء هنا ومن قصده توجه بكم مثل ما جاء في كتاب الفقي الصدوق في كتاب الفقي أثبت هذا النص بحسب المتوفر لدينا الآن لا ندري ماذا أثبت على وجه الحقيقة بحسب المتوفر لدينا الآن ومن قصده توجه بكم بحسب ما يظهر فإن الطوسي نقل ذلك عن كتاب الفقي روى محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي إنه الصدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابوي إنه أصدوق نذهب إلى فاصل عن سعد ابن عبد الله الأشعري القموي حيث سأل إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طاها فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى عن معنى اخلعن عليك قلت إنه سعد الأشعري قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عم من سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلعن عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة خلاصة الكلام الزيارة الجامعة الكبيرة في نصها الذي نعرفه والذي نقرأه والتي شرحت من قبل العديد من علماء الشيعة مصدرها الأصل كتاب الفقيه للصدوق وكذلك عيون الأخبار للصدوق أيضا وبعد هذين المصدرين يأتي تهذيب الأحكام للطوس ما جاء في تهذيب الأحكام هو نفسه الذي جاء في كتاب الفقيه للصدوق الذي جاء في مفاتيح الجنان جاء نقلا عن الفقيه وعن العيون في الطبعات الأولى ذكرت النسختان ومن قصده توجه بكم ومن قصده توجه إليكم هكذا كتب عباس القمي في الطبعات الموجودة بين أيدينا الآن حدث تحريف فحذفت نسخت ومن قصده توجه إليكم بقيت ومن قصده توجه بكم والذي يأتي منسجما مع ذوق مراجع حوزة الطوس ولاحظتم أن الذي نقله عباس القمي أضاف إليه ألفاظ من عنده أضاف ألفاظ الشهادتين وأضاف أيضا فيما يرتبط بالعبارة وإلى جدكم بعث الروح الأمين وإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين وإلى أخيك بعث الروح الأمين فإنه قد غير في تراكيب هذه العبارات قد يقول قائل لم يتغير المعنى صحيح هذا لكن التحريف يبدأ من شيء بسيط ثم ينمو شيئا فشيئا ما جاء في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم أتستغربون إذا قلت لكم من أن محدثا سنيا مخالفا لأهل البيت أثبت هذا النص في كتابه بينما أخطوس الذي هو مرجع الشيعة وشيخ طائفتهم أثبت النص الذي في الفقير هذا الكتاب الذي بين يدي فرائد السمطين للمحدث السني إبراهيم الجويني الخراساني الجزء الثاني من فرائد السمطين بتحقيق محمد باقر المحمود وإبراهيم الجويني الخراساني من علماء السنة في القرن الثامن الهجري هذه الطبعة طبعة دار الحبيب إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة صفحة مية وتسعة وسبعين رقم الحديث أربعمية وثلاثة وستين نقل عن الحاكم النيشابوري وهو من كبار علماء المخالفين نقل نص الزيارة الجامعة الكبيرة إنه النص الذي نعرفه إنه النص الموجود في مفاتيح الجنان من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم نقل نقل النص الموجود في عيون الأخبار هو لم يبين لنا من أنه قد نقله من عيون الأخبار هو نقله عن الصدوق فلربما كتاب الفقيه في أصله أيضا كان يشتمل على هذه العبارة ولكنهم حرفوه ولم يلتفتوا إلى كتاب العيون بقيت هذه العبارة تشير إلى تحريفهم بالضبط مثل ما بقيت يا فطة يا زهراء في مؤسسة الكوثر السيستانية عرضت هذا عليكم في حلقات سابقة يقيمون الحفلات الماجنة الراقصة في أيام شهادة الزهراء وبقيت يا فطة سوداء كتب عليها يا زهراء كي تكون علامة على ما يفعل هؤلاء من فسادهم وضلالهم الأمر هو هو هذه العبارة بقيت في كتاب العيون تحدث عن عيون أخبار الرضا بقيت لتشير للتحريف الذي تعرضت له الزيارة الجامعة الكبيرة فهذه علامة دلالة على حصول تحريف في هذه الزيارة الشريفة هذا محدث مخالف سني يثبت النص الصحيح لا ندري هل نقله من كتاب الفقيه أم نقله من كتاب العيون محمد باقر المحمود هو الذي يقول في الحاشية معلقا هذا هو الظاهر الموافق لكتاب عيون الأخبار ومن قصده توجه إليكم هل تستغربون هذا ليس هناك من استغراب لأن المحدث المخالف السنية نقل النص كما هو ليس عنده من مشكلة كمراجع حوزة الطوس الذين يحرفون دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا تستعجلون بالحكم على كلامي قلت لكم استبروا علي ستتضح الصورة شيئا فشيئا هذا كتاب المزار الكبير ما يعرف ب مزار ابن المشهدي محمد ابن جعفر المشهدي ولادته تقريبا 510 للهجرة لا نعرف تأريخ الولادة بالضبط ولا نعرف تأريخ الوفاة بالضبط بنحو تقريبي ولد سنة 510 للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الطبعة الأولى 1419 هجري قمري الزيارة تبدأ صفحة 524 إذا ذهبنا إلى صفحة 532 وإلى جدكم بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين ليس هناك فيها وإذا كانت الزيارة لأمير المؤمنين أن تقول وإلى أخيك بعث الروح الأمين لا يوجد هذا الكلام في هذا النص الكتاب من كتبنا المعروفة في الزيارات والطقوس إنه المزار الكبير صفحة 532 لا يوجد ما ذكر من كلام في المصادر المتقدمة هل سقط من الكتاب أم أن المؤلفة نقل من مصدر ليس فيه هذا الكلام هذا هو الجزء التاسع والتسعون من بحار الأنوار للمجلس من أجزاء المزار صفحة 127 إنها طبعة دار إحياء التراث العربي رقم الحديث أربعة تحت عنوان الزيارة الثانية يثبت نص الزيارة الجامعة الكبيرة ومن قصده توجه بكم مثل ما جاء في الفقيه وجاء في التهذيب في فقيه الصدوق وتهذيب الطوسي إذا ما ذهبنا إلى صفحة 145 المجلس يقول رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة تحدث عن النص المعروف لدينا المجلس هكذا يقول رأيت من بعض تأليفات أصحابنا نسخة قديمة ذكر فيها هذه الزيارة وقدم قبلها دعاء الأذن فقال إذا دخلت المشهد فقف على الباب مستقبل القبلة وقل اللهم إني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك إلى آخر الدعاء دعاء طويل جاء في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة دعاء طويل وجاء أيضا ثم ادخل مقدما رجلك اليمنى وقل بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وليس هناك من ذكر للشهادة الثالثة تلاحظون أن اختلافا واضحا بين هذه الكتب الفقيه وهو المصدر الأقدم يختلف عن المصدر الثاني لنفس المؤلف في عيون أخبار الرضا ومن قصده توجه إليكم وفي الفقيه ومن قصده توجه بكم وهناك فارق كبير في المعنى الطوسي نقل ما في الفقيه كما يبدو إذا كان الفقيه على النص الذي هو موجود الآن في بينما الجوين الخراسان المحدث السني المخالف نقل النص عن الحاكم النيشابوري نقل النص ومن قصده توجه إليكم لم يشر إلى أنه قد نقل من العيون أم من الفقيه وإنما نقل عن الصدوق ما أثبت في الحاشية من أن الكلام أخذ من العيون هذا أثبته المحقق في أيامنا هذه أما المؤلف لم يشر إلى المصدر فقد يكون أخذه من الفقيه قبل التحريف وقد يكون أخذه من العيون فإن العيون في هذه العبارة لم يتعرض للتحريف مفاتيح الجنان غير في ألفاظ المقدمة وغير في ألفاظ ما جاء مرتبطا من أنه وإلى جدكم بعث الروح الأمين ما يتعلق بالزيارة إذا كانت لأمير المؤمنين قرأت كل ذلك عليكم وبإمكانكم أن تعودوا إلى المصادر كي تتأكدوا من التفاصيل التي ذكرتها صاحب البحار يذكر لنا من أن نسخة قديمة فيها دعاء طويل في مقدمات الزيارة ليس موجودا في كل هذه المصادر أثبته في الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار المزار الكبير لم يثبت من أن الزيارة إذا كانت لأمير المؤمنين وإلى أخيك بعث الروح الأمين كل هذا قد لا يكون مهما أطامة الكبرى أي أطامة الكبرى فيما أثبته الكفعمي في البلد الأمين هذه النسخة الحجرية للبلد الأمين للكفعمي لا نعرف تاريخ وفاته بالضبط لكنه كان حيا إلى سنة 895 للهجرة الكفعمي إلى سنة 895 للهجرة كان حيا هذه الطبعة الحجرية بخط اليد هي من أشهر طبعات كتاب البلد الأمين صفحة 297 ثم زر بالزيارة المروية عن الهادي عليه السلام من دون مقدمة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة يورد الزيارة الجامعة الكبيرة من دون المقدمات من دون المقدمات الموجودة في الفقيه والعيون والتهذيب وسائر المصادر الأخرى ومن دون الدعاء الطويل الذي أورده المجلس في البحار الزيارة بدأها بشكل مباشر السلام عليكم يا أهل بيت النبوة من دون دعاء الاستئذان الذي أورده المجلس من دون المقدمة التي تشتمل على ذكر الشهادتين والتكبيرات والتكبيرات المئة مثل ما جاء مذكورا في الفقيه وحتى في مفاتيح الجنة ثم زر بالزيارة المروية عن الهادي عليه السلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة قد يقول قائل من أن الكفعم اختصر المقدمات هذا كلام لا دهليل عليه ولكن ربما المشكلة ليست هنا المشكلة في أن النص هذا يختلف اختلافا كبيرا عن النص الذي نحن نعرفه فيه إضافات كثيرة على سبيل المثال سأقرأ عليكم مما جاء في هذا النص مثلا وأن أنواركم وأشباحكم وسناءكم وظلالكم وأرواحكم وطينتكم واحدة جلت وعظمت وبوركت وقدست وطابت وطهرت بعضها من بعض لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون وبعرشه محدقون وبه به بالله حافون يمكن أن يكون وبعرشه حافون ولكن إذا أردنا أن ندقق في التعابير وبه وبالله حافون قطعا هذا الكلام عميق لابد أن يفهم وفقا لحقائق التوحيد وبعرشه محدقون وبه حافون حتى من بكم علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تولى عز ذكره تطهيرها هو الذي طهر تلك البيوت تولى عز ذكره تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها عن كل بيت قدسه وأعلاها عن كل بيت طهره في السماء لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح إلى أرضها البصر ولا يغادر سكانها البشر يتمنى كل أحد أنه منكم المطبوع هنا ولا يتمنون وهذا تحريف هذا النص أيضا تعرض لتحريف ولا تتمنون في النسخ الأصلية ولا تتمنون أنكم من غيركم إليكم انتهت المكارم والشرف وفيكم استقرت الأنوار والعزم والمجد والسؤدد فما فوقكم أحد إلا الله فما فوقكم أحد إلا الله ولا أقرب إليه ولا أخص لديه ولا أكرم عليه منكم أنتم سكن البلاد ونور العباد وعليكم الاعتماد يوم التناد الزيارة طويلة ومواطن الاختلاف فيها عن النص الذي عندنا كثيرة وهذا النص أيضا بحاجة إلى تقويم فقد طرأ عليه تحريف هذا النص موجود أيضا في مستدرك الوسائل للمحدث النوري هذا هو الجزء الثالث من طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قموا المقدسة صفحة 416 رقم الحديث 17 نقل الزيارة عن البلد الأمين تستمر الزيارة من صفحة 416 حتى تنتهي في صفحة 425 لا أستطيع أن أقول من أن النص المثبت في البلد الأمين وهو هو بنفسه مثبت في مستدرك الوسائل لا أستطيع أن أقول من أن النص يخلو من التحريف حتى هذا النص فيه تحريف نذهب إلى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيأتي زمان على أمت لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا من الإسلام إلا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج إثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس حينما كنت في الثمانينات في مدينة قوم ما بين الثمانينات وبداية التسعينات كنت قد راجعت وتتبعت العشرات من المصادر القديمة منها المخطوط ومنها المطبوع وانتقيت نصا بحسب ما أتوقع للزيارة الجامعة الكبيرة لكنني ما نشرته لأنني لا أريد أن أفرض قناعتي ومعتقدي على الآخرين ربما إذا وجدت فائدة في ذلك فإنني سأنشر النص هذا على الموقع الألكتروني لقناة القمر الفضائية في الأيام القادمة إذا وجدت فرصة مناسبة ما عردته بين أيديكم يمثل جانبا صغيرا من المصادر الكثيرة التي راجعتها فيما سلف من الزمان وأكثرها ليس متوفرا عندي هنا في لندن الآن عرضت لكم بعضا من المصادر مع أني أمتلك غيرها هنا في لندن لكنني إذا عرضت عليكم كل الكتب وكل المصادر سأحتاج إلى حلقات عديدة ومثل ما قلت لكم سيصيبكم الملل والضجر من عرض الكتب وتتبع الكلمات والنصوص بعد هذا العرض صار واضحا لديكم هناك تحريف طرأ على الزيارة الجامعة الكبيرة هناك تحريف مع أهمية النص الموجود بين أيدينا هذا الأمر سأعود إليه ما هي القضية كالقرآن القرآن تعرض للتحريف أيضا هؤلاء يضحكون عليكم مراجع النجف و كربلاء يقولون لكم من أن القرآن لم يتعرض للتحريف هذا الأمر تحدثت عنه بشكل مفصل في برنامج الكتاب الناطق بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع ومع ذلك فإنني سأحدثكم بنحو يسير موجز في الحلقات القادمة بخصوص موضوعنا الذي بين يدي سأحدثكم سأتيكم بأمثلة واضحة وصريحة من الكتاب الكريم ومع ذلك فإن الكتاب حجة وإن الكتاب مصدر من مصادر ديننا الأمر هو هو يجري في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي الكثير من نصوصنا وأحاديثنا وصلنا إلى هذه النقطة من أن الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت إلى تحريف هائل تعريف كبير المقصد واضح المقصد واضح يتحرك في اتجاهي الاتجاه الأول ماذا سيقول عنا النواصب فعلينا أن نحذف كل شيء يطلق ألسنة النواصب علينا ألا لعنة على النواصب ألا لعنة على العقول التي تفكر بهذه الطريقة التي دمرت ديننا هذا الاتجاه الأول والاتجاه الثاني اتجاه الدود إنها دودة مراجعنا التي تنبش فيهم كل شيء يرتبط بآل محمد صلوات الله عليهم هم لا يريدونه هؤلاء الأغبياء الثولان من مراجع حوزة الطوسي ابتداء من الطوسي نفسه وانتهاء بالموجودين الآن ممن نتشرف بوجودهم اللي طيح وحضنه على طوه لتعريخ الغيبة الكبرى الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف من الذي حرفها من الذي حرفها في البداية سأحدثكم برأي المحدث النوري فهو يعتقد بأن الزيارة الجامعة الكبيرة قد حرفت ويشخص الذي حرفها بعد ذلك أقول لكم ما الذي أعتقده في الموضوع المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل هكذا يقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدق نفسه هذا الكلام ذكره في كتابه المحدث النوري الذي هو من رموز المدرسة الأخبارية والشيخ الصدق هو إمام الأخباري مع ذلك المحدث النوري يقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدق بالمناسبة الذين يوجهون السهام إلى الشيخ الصدق عديدون عديدون سأضرب لكم أمثلة السيد ابن طاوس علي رضي الدين ابن طاوس صاحب كتب الأدعية والزيارات صاحب الاستخارات ابن طاوس السيد علي رضي الدين في كتابه فلاح السائل عنده كتاب من كتب الأدعية والأعمال والآداب والسنن فلاح السائل في عمل اليوم والليلة كتاب معروف لابن طاوس من كتب الأدعية والأعمال في النسخة المطبوعة الآن لا يوجد فيها هذا الكلام كانت عندي نسخة حجرية ما هي بقديمة جدا ربما يصل عمرها إلى مئة سنة أو أزيد من ذلك بقليل وجه اتهاما إلى الصدوق من أنه لا ينقل الأحاديث كما هي وإنما يتصرف فيها ذكر ذلك بأسلوب هادئ فقال إن الصدوق يختصر الأحاديث يختصر الأحاديث يعني أنه يحرفها يحرف الأحاديث هذا كلام ابن طاوس وسيد ابن طاوس ما هو من المدرسة الأصولية البحثة هو أقرب إلى المدرسة الأخبارية لا أستطيع أن أقول من أنه أخباري محط لكنه أقرب إلى المدرسة الأخبارية منه إلى المدرسة الأصولية هناك كتاب للكلين كتاب الرسائل ليس موجودا الآن كان ابن طاوس يمتلكه كان موجودا في مكتبته امتلك ابن طاوس النوادر من الكتب وقد تحدث عنها ونقل عنها من جملة الكتب التي كانت في مكتبته كتاب الرسائل للكلين الرسائل كتاب يشتمل على الكتب والرسائل التي وجهها محمد وآن محمد إلى من وجهوها إنها كتب ورسائل وجهها محمد وآل محمد إلى الذين وجهوها إليهم من جملة ما جاء مذكورا في هذا الكتاب في كتاب الرسائل للكلين صاحب الكافي رسالة الحقوق رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد والتي تشتمل على خمسين حقا قلت لكم قبل قليل كتاب الرسائل للكلين ليس موجودا الآن بين أيدينا صاحب تحف العقول كما يبدو نقل رسالة الحقوق من كتاب الرسائل للكلين صاحب تحف العقول ابن شعبة من أعلام القرن الرابع هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 182 أثبت رسالة الحقوق من صفحة 182 إلى صفحة 193 ابن شعبة لم يذكر لنا من أنه قد نقل هذا النص من كتاب الرسائل للكلين هذا ليس موجودا على الأقل في النسخ المتوفرة الآن ابن طاوس هو الذي قال هذا باعتبار أن المصدر الأصل كان موجودا في مكتبته و اطلع على كتاب ابن شعبة فوجد أن النص الموجودة في كتاب ابن شعبة كالنص الموجود في رسائل الكلين في كتاب الرسائل للكلين ابن طاوس قارن بين هذا النص الموجود في تحف العقول وبين رسالة الحقوق التي ذكرها الصدوق في كتابه الفقي ذكرها الصدوق في كتابه الفقي وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة من صفحة ستمية واثمنتعش إلى صفحة ستمية وستة وعشر إنما أذكر الأرقام وأذكر الطبعات للذي يريد أن يدقق بنفسه كي يتأكد من الأمور بشكل واضح أن يقف عليها بنفسه من صفحة ستمية وثمنتعش كما قلت لكم إلى صفحة ستمية وستة وعشر رسالة الحقوق التي ذكرها الصدوق في كتاب الفقي إذا أردنا أن نقايسها مع رسالة الحقوق في تحف العقول فإنها رسالة مختصرة مختصرة جدا هناك فارق كبير فيما بين رسالة الحقوق المروية عن إمامنا السجاد في تحف العقول وبين رسالة الحقوق الموجودة في كتاب الفقي وأيضا أثبتها الصدوق في كتابه الخصال في الطبعة التي بين يديه وهي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة تبدأ من صفحة ستمية وستة عشر وتنتهي في صفحة ستمية وأربعة وعشر ما ذكره الصدوق من نسخة رسالة الحقوق لإمامنا السجاد إن كان في كتابه الخصال أو كان في كتابه الفقيه يختلف اختلافا واضحا عن النص الذي ذكره ابن شعبة في تحف العقول ويبدو مثل ما يقول ابن طاوس قد نقل النص عن كتاب الرسائل للكلين قطعا إذا أردنا أن نقارن بين ما نقله ابن شعبة وما نقله الصدوق في الفقي وفي القصال هناك فارق كبير النص الذي نقله ابن شعبة نص كامل متكامل متين إلى أبعد الحدود بينما ما نقله الصدوق في الفقي وفي القصال فيه خلل واضح ابن طاوس هكذا قال من أن الصدوق اختصر الحديث أنا لا أستطيع أن أصدق كلام ابن طاوس فربما ما عثر عليه الصدوق عثر على النصوص كما نقلها لكن ابن طاوس قال كلامه بشكل واضح إذا راجعتم فلاحس سائل راجعتم الطبعة المتوفرة في الأسواق لن تجدوا كلام ابن طاوس لكنني أرشدكم إلى مصدر قد نقل كلام ابن طاوس إنه المحدث النوري في المستدرك المحدث النوري في المستدرك في الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة إذا ذهبتم إلى صفحة مية وتسعة وستين ستجدون كلام ابن طاوس وهو يتحدث عن الصدوق وقد اتهمه اتهاما كبيرا ولكن بعبارة لينة هكذا قال والظاهر والظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني الذي نقله الصدوق في الفقيه والخصال أن الثاني مختصر من الأول من الأول وهو الذي جاء في تحف العقول نقلا عن رسائل الكلين عن كتاب الرسائل الكلين لا أجد وقتا كي أقرأ كل الكلام قلت لكم إنني قرأت هذا الكلام في الطبعات الحجرية في طبعة حجرية قديمة كانت عندي وما هي بطبعة نادرة أعتقد أن نسخها موجودة كانت تباع أنا اشتريتها من سوق الكتب كانت متوفرة ليست نسخة نادرة وإذا أردنا أن نعود إلى النسخ القديمة في مكتبة المرعش النجفي في قوم أو في المكتبة الرضوية في مشهد لم أبحث في هذه المكتبات لكنني لا أستبعد أن نسخا من فلاح السائل تتوفر في هذه المكتبات المحدث النوري متى توفي توفي سنة 1320 للهجرة فهو ينقل عن نسخة كانت عنده من فلاح السائل ابن طاوس هكذا وصف الصدوق من أنه اختصر رسالة الحقوق التي رواها الكوليني مفصلة في كتابه الرسائل الذي كان عند ابن طاوس وابن شعبة في تحف العقول نقل ذلك النص المفصل وهو موجود لدينا وواضح إذا قارنا بين ما في تحف العقول وما في الفقيه وما في الخصال فإن ما في الفقيه وما في الخصال هو مختصر مختصر عن النص الطويل الذي نقله ابن شعبة عن الكوليني لكن من الذي اختصر هذا النص ابن طاوس يقول الذي اختصره الصدوق بالنسبة لي لا أقبل هذا الكلام لأنني لا أملك دليلا على ذلك ابن طاوس عنده خبرة في الموضوع هذا أمر خاص به أنا لا أملك دليلا على أن الصدوق قد اختصر رسالة الحقوق التي نقلها الكليني في رسائله ونقلها ابن شعبة في تحفه أقول على أساس حسن الظن بالصدوق من أنه عثر على هذه النصوص مثل ما نقلها في كتاب الفقيه وفي كتاب الخصال لكنها بالفعل هي موجزة ومختصرة وفيها خلل واضح بالقياس إلى النص المطول الذي نقله ابن شعبة في التحف بالنسيجة ابن طاوس وجه اتهاما كبيرا للصدوق حين وصفه بأنه يختصر الأحاديث إنه يعبث بها هذا اتهام خطير هكذا قال أقرأ عليكم من مستدرك الوسائل حيث نقل المحدث النوري عن ابن طاوس والظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أن الثاني الذي نقله الصدوق مختصر من الأول الذي أثبته الكلين من الذي اختصره اختصره الصدوق هذا عبث بالأحاديث وتحريف واضح بحسب ابن طاوس وهو يتحدث عن الصدوق المشكلة لا تقف عند هذا الحد هذا كتاب التوحيد للصدوق هناك حديث في كتاب التوحيد هذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلام قموا المقدسة هناك حديث جاء في الباب الثامن والخمسين والذي عنوانه باب السعادة والشقاوة الحديث الأول بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا أجد مجالا لقراءة الأحاديث إنما هو عرض إجمالي للمعلومات التوحيد للصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلام قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وخمسة واربعين الباب الثامن والخمسون باب السعادة والشقاوة الحديث الأول بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق هذا الحديث في شؤون التوحيد فيما يرتبط بسعادة وشقاء العباد كيف يكون السعيد سعيدا وكيف يكون الشقي شقيا من العباد إنها شؤون التوحيد ما يرتبط بصفة العدل الإلهي أورد حديثا عن إمامنا الصادق هذا الحديث موجود بعينه عند الكلين في الجزء الأول هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 172 باب السعادة والشقاء الحديث الثاني صفحة 173 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث هو هو لكن الحديث في كتاب التوحيد وقع فيه تحريف الحديث في كتاب الكلين في الكافي قد يشكل عليه في أن الله ليس عادلا فيما يكون عليه العباد من سعادة ومن شقاء قطعا إذا فهم بشكل ليس دقيقا فقد يثار هذا الإشكال الذي نقله الصدوق حذف من الذي حذف لا أدري حذف منه ما يشير إلى هذه القضية فكأن الحديث جرى عليه تعديل حتى يرتفع هذا الإشكال الذي قد يرد عليه في النسخة المنقولة في كتاب الكافي أنا ذكرت لكم مواضع الحديث يمكنكم أن تعود إليها من الذي نبه على هذا الموضوع إنه المجلس والمجلس من أئمة المدرسة الأخبارية من كبار محدثيها في الجزء الخامس من بحار الأنوار صفحة 156 من طبعة دار إحياء التراث العربي المجلس أورد الحديثة عن كتاب التوحيد للصدوق إنه الحديث الثامن صفحة 156 وعلق عليه ببيان بيان هذا الخبر مأخوذ من الكافي مثل ما بيّنت لكم وذكرت لكم موضع الخبر في الكافي هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث تورث سوء الظن بالصدوق من أنه يعبث بالأحاد هذا كلام المجلس ما هو كلام وإنه إنما فعل ذلك من أن الصدوق حرف حديث الكلين لماذا وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل الذي كان عليه الصدوق والذي هو مذهب المعتزل تلاحظون هالقضية إنها خطيرة خطيرة أنا لا أريد أن أصدق هذا الكلام أنا أنقل لكم كلامه هذا كلامه أنا سأعرض قولي بعد ذلك ما أعتقده أنا سأعرضه لكم أنا أنقل لكم الآن ما يقول كبار علماء الشيعة هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق أي سوء ظن أنه يحرف الأحاديث وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل المعتزل أهل العدل هم المعتزل هناك حاشية كتبها المحققون في أيامنا هذا البيان ناش عن سقوط سطر من نسخة المؤلف رحمه الله من نسخة المؤلف يعني من نسخة كتاب التوحيد عند المجلس والصدوق أثبت وأضبط قطعا هناك تغييرات موجودة في النسخ ولو راجعتم أكثر من نسخة ستجدون تغييرا هنا وهناك أنا لست بصدد التحقيق هنا في كل صغيرة وكبيرة إنما عرضت لكم من المعطيات التي تثبت أن الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف كبير من الذي حرفها بحسب المحدث النوري إنه الشيخ الصدق صاحب أقدم مصدر للزيارة الجامعة الكبيرة الفقه بحسب المحدث النوري المحدث النوري ما هو بأول من اتهم الصدوق في تحريف الحديث ابن طاوس مر علينا هذا هو المجلس نذهب نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال نعم واختلاف وند العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون من علماء المدرسة الأصولية أسد الله الكاظمي في كتابه كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع كتاب معروف للكاظمي هذه الطبعة الحجرية القديمة وهي طبعة معروفة ومنتشرة ومنتشرة وموجودة صفحة ميتين وثلاثة عش ماذا يقول الكاظمي عن الصدوق وبالجملة وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا ولا يحصل من فتواه غالبا علم ولا ظن لا كما يحصل من فتوى أساطين المتأخرين وكذا الحال في تصحيحه وترجيحه حينما يصحح وحينما يرجح لما يتحدث الصدوق عن سهو المعصوم لا يذكرون هذا الكلام يمجدون بآرائه وأقوالي أنا لا أنتقص من الصدوق أبدا أنا أنقل كلامهم قلت لكم بعد ذلك سأقول قولي أنا لست مسؤولا عن كلامهم أنا ناقل لكلامهم لكنهم لا يتكلمون من فراخ كم أصابوا كم أخطأوا هذا أمر راجع إليهم حينما يتحدث عن الشهادة الثالثة يطبلون لكلامه وهذا أصولي منهم هذا من رموز المدرسة الأصولية يسمونه بالمحقق الكاظمي بالمحقق الأصولي الكاظمي وكذا الحال في تصحيحه وترجيحه وقد ذكر صاحب البحار حديثا عنه في كتاب التوحيد عن الدقاق عن الكلين بإسناده عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق وإنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل انتهى انتهى كلامه ويستمر أسد الله الكاظمي وربما طعن عليه طعن على الصدوق بعض القدماء بمثل ذلك في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد وهذا عجيب من مثله لا أريد أن أذهب في تفاصيل كلامه لكنكم تلاحظون من أنه قدح في الصدوق وقدح في فتاواه وقدح في تصحيحه وترجيحه ونقل كلام المجلس الذي قرأته عليكم قبل قليل هذا الكاظمي توفي سنة 1234 للهجرة طبقة الوحيد البهبهان والذين جاءوا من بعده ونقل عن القدماء أن قدح فيه قدح في الصدوق وربما طعن عليه بعض القدماء بمثل ذلك في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد هذه روايات تتحدث عن تشخيص أيام شهر رمضان هذا هو الذي يشير إلي في حديث رواه في العمل في الصوم بالعدد وهذا عجيب من مثله أن يكون الصوم اعتمادا على حسابات عددية لا على رؤية الهلال والصدوق آراؤه متضاربة في كتبه يقول في كتاب شيئا ويقول في كتاب آخر شيئا آخر من هنا حينما أناقش كلامه بخصوص الشهادة الثالثة وبخصوص وصفه لتلك الروايات من أنها من أحاديث الغلات كنت أقول لكم أنا لا أعتمد على تقييم الصدق أنا أثق بالصدق أثق بنقله لكنني لا أعتمد على آرائه آرائه له الأخباريون يعتبرون ذلك جرأة مني على أحد أئمتهم على أحد أئمة المدرسة الأخبارية أنا أنا لا أبالي لا بالصدوق ولا بغير الصدوق ولا بالمدرسة الأخبارية من أولها إلى آخرها أئمتي محمد وآل محمد لا حلاقة لي بهذه الأسماء أحترمهم أجلهم أحترم الصدوق للخدمة العظيمة التي قام بها بنقله وحفظه لحديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه عنده عثرات عنده أخطاء عنده اجتباهات كلنا هكذا كلنا في الهوى سوا من أولنا إلى آخرنا أخطاؤنا أكثر من صوابنا أنا وأنتم والصدوق والبقية المحدث النوري اتهمه اتهاما عظيما في كتابه التوحيد أتحدث عن توحيد الصدوق المحدث النوري يقول من أنه نقل حديثا عن أمير المؤمنين حرفه تحريفا واضحا هذا الحديث موجود بكامله في كتاب الاحتجاج هذه طبعة مؤسسة الأعلم إنها طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين صفحة 240 طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان طبعة المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين حديث الزنديق مع أمير المؤمنين يبدأ من صفحة 240 وينتهي في صفحة 258 حديث مفصل طويل هذا الزنديق يناقش الأمير في آيات من الكتاب الكريم ويشكل عليها الأمير يجيب على أسئلته وعلى إشكالاته حديث طويل موجود في كتاب الاحتجاج نقله الصدوق أنا لا أعلم من أنه نقل النسخة نفسها ربما نقل هذا الحديث من مصدر آخر لا يختلط عليكم الأمر بالنسبة لكتاب الاحتجاج للطبرس فالطبرس متأخر عن الصدوق من أعلام القرن السادس الصدوق توفي سنة 381 الطبرس لم يذكر لنا المصادر باعتبار أن الأحاديث صحيحة ومعروفة الصدوق نحن لا ندري من أي مصدر النقل الحديث المحدث النوري بحسب خبرته هو بحسب اعتقاده يقول من أن الصدوق نقل الحديث نفسه لكنه حذف جزء كبير منه ليس جزء صغير حذف الآيات التي فسرها أمير المؤمنين بنحو بنحو تثبت التحريف في القرآن الصدوق لا يعتقد بذلك المحدث نوري يعتقد بالتحريف في القرآن يقول من أن الصدوق نقل الحديث وحذف الآيات التي تحدث عنها أمير المؤمنين وبيّن من خلالها من أن القرآن قد تعرض للتحريف الصدوق نقل الحديث حديث الزنديق وحذف الآيات التي تحدث فيها أمير المؤمنين عن تحريف القرآن فعلا إذا رجعنا إلى كتاب التوحيد للصدوق الآيات التي ذكرت في حديث الاحتجاج والتي تحدثت عن تحريف القرآن بحسب بيان أمير المؤمنين قد رفعت من هذا الحديث لكن ني لا أستطيع أن أثبت من أن الصدوق هو الذي فعل هذا المحدث نوري يقول من أن الصدوق هو الذي فعل هذا في الجزء الحادي عشر من مستدرك الوسائل صفحة 169 هذا المحدث النوري يقول هذا ويظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل وماذا يفعل ويسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه ما أدى نظره إلى إسقاطه ما يراه ليس صحيحا فروا في التوحيد عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيا عن بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا أحمد بن يعقوب بن مطر قال حدثنا محمد بن الحسن بن عبد العزيز الأحدث الجندي سابوري قال وجدت في كتاب أبي بخطه حدثنا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن عبيد عن أبي معمر السعداني أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام وساق خبرا طويلا وكان الرجل من الزنادقة وجمع آيا من القرآن زعمها متناقضة وعرضها عليه عليه السلام فأزال الشبهة عن وهذا الخبر رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عنه عليه السلام بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد والشاهد على أنه الذي أسقطها عن أن الساقطة هو المواضع التي صرح عليه السلام بوقوع النقص والتغيير في القرآن المجيد وهي تسعة مواضع ولما لم يكن النقص والتغيير من مذهبه من مذهب الصدوق ألقى منه ما يخالف رأيه كلام خطير هذا كلام خطير وخطير جدا إلى أن يقول المحدث النوري ومن هنا ومن هنا يختلج بالبال أن الزيارة الجامعة الكبيرة الشائعة التي هي في مفاتيح الجناء التي أوردها في الفقيه والعيون أوردها الصدوق في الفقيه والعيون ومنهما أخرجها الأصحاب في كتب مزاره مثل ما فعل المحدث القمي والمحدث القمي من تلامذة المحدث النوري وكان مساعدا له في جمع كتابه مستدرك الوسائل كان على علاقة قريبة جدا وعلى علاقة وثيقة جدا بالمحدث النوري أتحدث عن صاحب مفاتيح الجنان عن المحدث عباس القمي ومنهما من الفقيه والعيون أخرجها الأصحاب في كتب مزارهم ونقلوها في مؤلفاتهم المحدث النوري يقول عن الصدوق من أنه اختصرها من الجامعة المروية عن الهادي عليه السلام على ما رواه الكفعم في البلد الأمين وأوردناها في باب نوادر أبواب المزار فإنها حاوية لما أورده فيهما مع زيادات كثيرة لا يوافق جملة منها لمعتقده فيهم عليهم السلام فلاحظ وتأمل في الزيارتين حتى يظهر لك صدق ما ادعينا فهذا هو الذي يتبناه المحدث النوري من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدوق نفسه هذا كلام المحدث النوري رحمة الله عليه كل الذي قرأته عليكم من كتبين ما جئت بشيء من عندي نذهب إلى فاصل عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان التر حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرمل فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهر وراية الأبقع وراية السفياني ماذا يخلص لدينا الآن أولا الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها نص تعرض للتحريف الكبير هذا أولا قد يسأل سائل هل نمتلك النص الأصلية الكامل بالنسبة لي أقول نحن لا نمتلك ذلك لكن بإمكاننا أن نصل إلى نص هو الأقرب من النص المتوقع وهذا ما فعلته من خلال متابعة لعشرات المصادر وقد استخرجت نصا لكنني ما نشرته طيلة السنين الماضية لا أريد أن أفرض قناعة شخصية أنا أمتلكها على أحد قد أنشر هذا النص إذا وجدت ضرورة إذا وجدت فائدة قد أنشر هذا النص على الموقع الألكتروني لقناة القمر الفضائي في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى إذن النقطة الأولى الزيارة الجامعة الكبيرة تعرضت لتحريف كبير النقطة الثانية من هو الذي حرفها بحسب المحدث النوري الشيخ صدق وقد حدثتكم ما حدثتكم من كتبهم من كتب رموز المدرسة الأخبارية لقد قرأت عليكم من بحار المجلس ومن مستدرك الوسائل للمحدث النوري ومن غير ذلك هذه الخلاصة التي وصلنا إليها من خلال ما عردته من معطيات من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة ما الذي أعتقده أنا الذي أعتقده أنا الزيارة تعرضت لتحريف كبير وسأدخل في التفاصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ويبدو أنني سأحتاج إلى حلقة وحلقتين وربما أكثر لا أدري بحسب الموضوع ما قاله المحدث النوري وما قاله المجلسي والآخرون لا أستطيع أن أثبته على الصدوق ليس هناك من دليل واضح صحيح أن الأحاديث التي تحدثوا عنها فيها خلل واضح هذا لا شك فيه لكن هذا لا يعني أن الصدوق هو الذي سبب هذا الخلل وهو الذي حرف الأحاديث ربما وجدها بهذه الصيقة وبهذه الهيئة وهذه الكيفية ونقلها هم وقناعاتهم بالنسبة لي ما هو متوفر لدي من القرائن والدلائل إنني أعتقد أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي وهذا ما سأعرضه لكم يوم غد من خلال القرائن والشواهد التي أمتلكها قطعا أنا لا أعلم الغيب ولا أقول من أن النتيجة التي وصلت إليها قطعية بدرجة مئة بالمئة لكنني مطمئن إلى أنها قريبة من ذلك سأعرض لكم المعطيات وسأعرض لكم الوثائق والأدلة والقرائن والشواهد إذن الزيارة الجامعة الكبيرة قد تعرضت للتحريف شيخي أباك هذه أسئلتك سأجيبك عليها ولكن بحسب هذه النتيجة فإن أسئلتك لا محل لها من الإعراب لا تتعب نفسك في مناقشة الديخيين فإن الديخيين لا عقل لديهم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في عمال الله شكرا